وَلَلَهُ رَحْمَةُ لَيْنَا يَا رَحْمَةُ لَيْنَا يَا رَحْمَةٌ ترأس سيادة المدران بير باتيستابيتس بالا المدبر الرسولي للبطرياركية اللاتينية في القدس الاحتفال الديني الذي أقيم في كنيسة العضراء الناصرية بعمان بمشاركة الأساقف ورؤساء وممثلي الكنائس في الأردن ولفيفا من الأباء الكهنة والرهبان والراهبات وحضور سفراء ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا المعتمدين لدى المملكة وشخصيات رسمية ودبلوماسية وفرسان القبر المقدس ووفود من مختلف الرعاية والحركات الكنسية وفي كلمة المدبر الرسولي بيتس بالا أمام جموع الحاضرين رفع شكره لجلالة الملك عبدالله الثاني والأسرة الأردنية الواحدة على ما لقيه خلال الزيارة من حفاوة وحسن استقبال مشيرا إلى أن الترحيب والضيافة من ميزات هذا البلد العزيز ومن جهته رحب المطران مارون لحام مطران اللاتين في الأردن بزيارة المدبر الرسولي إلى المملكة بقوله نعلم أن قلبك كبير وستجد في كل مكان وفي كل رعية قلوبا كبيرة أيضا ستجد نفوسا عطشة لسماع كلمة الله وللتعرف على مشيئة الله في حياتهم الشخصية والعائلية والرعوية هذا هو العمل الأساسي الذي سنتعاون فيه معك بإذن الله فنحن جميعا نعمل لمجد الله الأعظم ولخير النفوس أهلا وسهلا مبروك المجيئك وبوركت محبتك أمين وبعد تلقي سيادة الضيف الكبير التهاني في ساحة الكنيسة من الوفود القادمة والجمعيات الرهبانية والحركات الرسولية بمناسبة زيارته الأولى للمملكة وتعينه مدبرا رسوليا للبطرياركية اللاتينية في القدس من قبل قداسة الباب فرانسيس وسيامته الأسقفية قبل عدة أسبيع في مدينة بيرغامو الإيطالية توجه سيادته إلى الفحيس برفقة أصحاب السيادة الأساقفة وعدد من الأباء الكهنة في الأردن وفلسطين لتقديم واجب العزاء لآل حتر بفقيدهم الذي قضى ضحية الغدر والإرهاب داعيا للشهيد ناهض حتر واسع الرحمة والغفران ومقدما لوالدته أيقونة الرحمة من قداسة الباب فرانسيس وكان في استقبال سيادته لدى وصوله إلى المملكة عبر جسر الملك حسين المطران مارون اللحا مطران اللاتين في الأردن والمطران سليم الصايغ والمستشار في السفارة البابوية روبرتو كونة وعدد من الأباء الكهنة وشخصيات رسمية وعامة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة كنيف شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة المترجم للقناة